اهلا بكم ربع ابتدائي ومعانا النهاردة الجزء التاني من خامس درس عندنا في الدراسات الاجتماعية بعنوان رموز بلدي وعرفنا مع بعض في الجزء الاول من الدرس ده ان عالم مصر ده من اهم رموز بلدنا اللي اول ما بنشوفه بنعرف ان ده بيعبر عن مصر النهاردة بقى هنكمل ونشوف مع بعض الرموز التانية اللي موجودة عندنا في بلدنا ليه هو فيه رموز تانية غير العالم اقول لك ايوة فاكر لما اخدنا في الدرس اللي فات ان احنا عندنا في مصر 27 محافظة ايوة فاكر بيقول لك بقى كل محافظة فيهم عندها حكتين حاجة اسمها عيد قومي وحاجة اسمها شعار طيب ايه العيد القومي ده قالك العيد القومي ده يوم المحافظة بتحدده وبتقول عليها ان ده يوم العيد بتاعي وطبعا كل محافظة لها يوم معين بتحتفل فيه بالعيد بتاعها بنقول على العيد بتاعها عيدها القومي طيب ايه بقى الشعار ده بقى اقولك فاكر مش مصر كان لها علم اه برضو كل محافظة في مصر لها شعار يعني شبه العلم كده اول ما تشوف الشعار ده تعرف دي محافظة ايه على طول يبقى احنا عرفنا ان السبعة وعشرين محافظة اللي عندنا في مصر كل محافظة من المحافظات ديت عندها حكتين عندها يوم بتسميه عيدها القومي وبتحتفل فيه بالعيد بتاعها وعندها شعار برضو الوحدها لشكل الوحد اول ما تشوف الشعار تعرف دي محافظة ايه على طول طيب يلا نتكلم عن العيد القومي لكل محافظة ونعرف ازاي كل محافظة ادر التحدد يوم تحتفل بيه وتقول ان يوم كذا في شهر كذا هو ده العيد بتاعي هل هم اختروا اي يوم كده وخلاص اقول له لا كل محافظة بتشوف اهم حاجة حصلت ايام زمان يعني حدث تاريخي ذكرى مهمة اي حاجة حصلت ايام زمان او اي ذكرى مهمة فهللاقي ان كل محافظة عندها تاريخ مهم بالنسبة لها فبتعتبر اليوم ده يوم عيد فبنقول عليه عيدها القومي يبقى كل محافظة عندها يوم معين بتقول احنا فخورين جدا وبنحب اليوم ده فهنخليه اليوم اللي نحتفل بيه وهيبقى اسمه العيد القومي بتاعنا طيب ما تديني مثال من السبعة وعشرين محافظة اللي عندنا ونشوف محافظة من المحافظات دي ونشوفهم بيحتفلوا في يوم كام بعيدهم القومي اقولك هنتكلم عن محافظة القاهرة اللي هي عاصمة مصر ونشوف عيدها القومي يوم كام قالك ان العيد القومي لمحافظة القاهرة بيبقى يوم ستة يوليو يوم كام ستة يوليو هو ده اليوم اللي محافظة القاهرة كل سنة بتحتفل فيه بالعيد بتاعها طيب السؤال هنا اش معنى القاهرة اختارت يوم ستة يوليو علشان يبقى العيد القومي بتاعها اقولك لاننا لو رجعنا بالزمن لأكتر من الف سنة الف سنة ايوة نرجح بالزمن الورى جدا ونبص على مصر ما كناش هنلاقي حاجة اسمها القاهرة ما كانتش القاهرة دي موجودة طيب هو مين اللي بنا مدينة القاهرة اقول له واحد اسمه القائد جوهر السقلي هو اللي وضع اساس القاهرة يعني وضع اساس مدينة القاهرة طيب الكلام ده كان يوم كام اقول له كان يوم ستة يوليو يبقى القائد جوهر السقلي وضع اساس مدينة القاهرة يوم كام يوم ستة يوليو هنا بقى قالوا لك مفيش احسن من اليوم ده يبقى العيد بتاعنا يبقى العيد القومي لمحافظة القاهرة امتى اقول له ستة يوليو طيب ليه اقول له لان في اليوم ده القائد جوهر السقلي هو اللي بدأ يبني فيه القاهرة يعني وضع اساس مدينة القاهرة وكمان بنى الجامع الازهر اللي موجود لحد النهاردة طيب الكلام ده كان سنة كام اقول لك سنة تسعمية تسعة وستين ميلادية يعني تقريبا بقاله اكتر من الف سنة علشان كده العيد بتاع القاهرة يوم ستة يوليو يبقى احنا كده عرفنا ان القاهرة عيدها كام يوم ستة يوليو طيب باقي السبعة وعشر محافظة اقول لك كل محافظة عندها يوم مميزة يوم بيحبوه يوم حصل فيه حاجة مهمة ايام زمان بياخدوا اليوم ده ويبقى هو العيد بتاعهم فالعيد القومي بيختلف من محافظة لمحافظة طيب انا عايز اعرف ايه اللي ممكن يحصل يوم العيد القومي مثلا في القاهرة او في اي محافظة يوم العيد بتاعها يعني مظاهر الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة انا عايز اعرف ايه الحاجات اللي بتتعمل يعني في يوم العيد ده مثلا قالك اربح حاجات اول حاجة تزين وتجمل الشوارع والميادين يعني هتمشي في الشوارع والميادين هتلاقيهم مجملينها ومزوائين الشوارع والميادين يبقى تزيين وتجميل الشوارع والميادين ايه تاني اقامة المهرجانات والاحتفالات بيعملوا احتفالات ومهرجانات كتير جدا في اليوم ده يبقى اول حاجة في الاحتفال بالعيد القومي هنلاقي تزيين وتجميل الشوارع والميادين تاني حاجة هنلاقي فيه مهرجانات واحتفالات تالت حاجة قالك المحافظ بتاع كل محافظة بيفتتح عدد من المشروعات يعني ايه مش فاهم اقولك مش كل محافظة لها محافظة هو اللي ماسك المحافظة دي اه فالمحافظ ده مثلا لو في مدرسة بتبيني او مستشفى فبيعمل ايه فبيستنى اليوم العيد القومي ويروح يفتتحها علشان تبدأ الشغل من اليوم ده علشان يبقى في شوية مشروعات واحتفالات في نفس اليوم يبقى افتتاح المحافظ عددا من المشروعات ايه كمان اقولك رفع علم مصر وشعار المحافظة فوق المباني الحكومية هتلاقي العلم بتاع مصر وكمان الشعار بتاع المحافظة يعني علم المحافظة موجود فوق كل المباني الحكومية مدارس ومستشفيات وكل الاماكن الحكومية هتلاقي عليها علم مصر وشعار المحافظة طيب انا مطلوب مني احفظ الاربعة اقولك على الاقل احفظ لك اتنين من مظاهر الاحتفال يبقى اول حاجة تزيين وتجميل الشوارع والميادين تاني حاجة اقامة المهرجانات والاحتفالات تالت حاجة المحافظ بيفتتح عدد من المشروعات في اليوم ده ربح حاجة رفع علم مصر وشعار المحافظة فين اقوله على المباني الحكومية طيب انت بتقول لي بيرفعه علم مصر وانا عارف علم مصر شعار المحافظة ده عبارة عن ايه اقولك تحالا كده افتقر معايا فاكر العلم اه فاكر التعريف بتاعه مش احنا كنا بتقول عليه رمز لكل بلد يعبر عن تاريخها وطرصها ايوة الشعار برضو رمز بس مش لكل بلد امال لكل محافظة يبقى رمز لكل ايه محافظة بيعبر عن ايه اقوله بيعبر برضو عن تاريخها ونشط سكانها يعني ايه قالك ان كل محافظة عندنا من 27 محافظة بيختاروا علم ليهم بنقول عليه شعار المهم الشعار ده عبارة عن ايه الشعار ده ممكن تلاقي فيه حاجة بتعبر عن تاريخ المحافظة حاجة حصلت ايام زمان فالمحافظة حطت حاجة على الشعار بتاعها علشان تعرف الناس تاريخها او ممكن يكون نشط سكانها يعني ايه نشط سكانها يعني مثلا محافظة بتشتغل في الصيد هيحطوا مثلا صورة مركب على الشعار بتاعهم يبقى ممكن الشعار يعبر عن التاريخ وممكن يعبر عن النشاط السكاني يعني الشغلانات اللي السكان بيشتغلوها في المحافظة دي يبقى تاني العلم قلناها رمز لكل بلد بيعبر عن تاريخها وترصها طيب كل محافظة في مصر لها علم بس ما بقولش عليها علم بقول عليه شعار طب الشعار ده رمز الكل محافظة طب بيعبر عن ايه اقوله بيعبر عن تاريخها ونشاط سكانها يعني الشغلانات بتاعت السكان بتوعها طيب لما ييجي يقولك راية تتخذها المحافظة هي هيها الشعار ساعات يقولك راية ساعات يقولك رمز المهم ده اسمه الشعار طيب زي ما انتا ديتني مثال عن العيد القومي وقلتلي احنا هناخد القاهرة وقلتلي ان هم بيحتفلوا كل سنة يوم 6 يوليو بالعيد بتاعهم علشان القائد جوهر السقلي هو اللي وضع اساس مدينة القاهرة يعني بدأ يبني مدينة القاهرة في نفس اليوم علشان كده بيحتفلوا به انا عايزك برضو تقولي شعار مدينة القاهرة وتقولي بيتكون من ايه اقولك ده شعار مدينة القاهرة لو بصنا على الشعار ده هنلاقي عليه ايه هنلاقي عليه الجامع الازهر الشريف اللي مين بناه برضو القائد جوهر السقلي يبقى جوهر السقلي بنى القاهرة وبنى الجامع الأظهر الشريف طيب هللاقي مكتوب عليه تحت إيه؟ هللاقي مكتوب على القعدة بتاعته يعني تحت كلمة القاهرة يبقى شعار محافظة القاهرة عبارة عن الجامع الأظهر الشريف على القعدة بتاعته يعني تحت مكتوب القاهرة طيب وراء إيه؟ أقوله اللي وراء ديه شمس شمس إيه كمان؟ ساطعة فيها أشعة كتير أهيه طيب الشمس دي بتدل على إيه؟ او هم حطينها على الشعار ليه اقوله علشان يقوله للناس كلها ان الجامع الازهر هو منارة الاسلام يعني ايه يعني كل المسلمين لما يكونوا عاوزين يعرفوا حاجة عن الدين الاسلامي يروحوا يسألوا فين يروحوا يسألوا في الجامع الازهر يبقى الجامع الازهر منارة الاسلام يعني اللي بيعرف كل الناس الدين الاسلامي الصح طيب يعني ايه كلمة منارة دي اصلا اقولك المدن اللي بتبقى موجودة على البحر مثلا زي اسكندرية هتروح هناك هتلاقي حاجة اسمها منارة المنارة دي عبارة عن حاجة عالية موجود فوقها مور النور ده ليه قالك علشان السفن اللي بتبقى ماشية بالليل ايام زمان وما كانتش بتبقى عارفة طريق وعارفة هتوصل ازاي المنارة دي بقى كبتنور فوق قوي فاللي بيبقى سايق السفنة في البحر بسبب المنارة ده بقى بيقدر يعرف المدينة فين بالزبط ويعرف يمشي ازاي يبقى المنارة عبارة عن حاجة بتود الناس للطريق الصحيح يبقى كلمة الجامع الازهر منارة الاسلام ده تعبير ايه اقوله ده تعبير مجازي يعني علشان يقولي ان اللي عاوز يسأل عن الدين الاسلامي يروح فين يروح الجامع الازهر هو ده المنارة بتاعت الاسلام يعني الطريق اللي المفروض تروح له علشان تعرف كل حاجة عن الدين الاسلامي طيب احنا كده خلصنا الدرس بتاعنا وتكلمنا عن يعني ايه العيد القومي ويعني ايه الشعار مطلوب مني ايه قالك مطلوب منك تدخل على الانترنت الوقتي وتخش على جوجل وتكتب في البحث اسم المحافظة بتاعتك يعني تكتب مثلا العيد القومي لمحافظة الاسكندرية او العيد القومي لمحافظة الاكسر هيطلع لك اليوم اللي المحافظة بتحتفل فيه بالعيد بتاعها مطلوب منك تحفظ العيد القومي بتاع المحافظة بتاعتك مهم جدا وكمان تشوف الشعار بتاع المحافظة بتاعتك ليه؟ لأن مطلوب منك تعرف العيد القومي والشعار بتاع القاهرة والعيد القومي والشعار بتاع محافظتك انته يبقى احنا مطلوب مننا نعرف العيد القومي بتاع محافظتنا وكمان شعار محافظتنا شكله ايه وبكده نكون خلصنا الوحدة الاولى تحياتي ليكم مستر عطازكي شحطو